اهلا بكم حل منتخبنا الوطني لكرة القدم في المركز الثالث والستين عالميا وذلك في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الخميس وجاء ترتيب المنتخب بهذا المركز بعد ان جمع 510 نقاط ليتقدم مركزا واحدا عن تصنيف الشهر الماضي الذي جاء فيه المنتخب في المركز الرابع والستين عالميا منتخبنا الوطني بدأ تدريباته الاستعدادية على ملعب سان لورنزو في العاصمة الارجنتينية بوينوس ايرس تحضيرا للقاء المنتخب الكولومبي فجر السبت المقبل في مباراة ودية جرى في مقر النادي الفيصلي حفل توقيع عقد المصري محمد عبد العظيم ليتولى مهمة الادارة الفنية لفريق الفيصلي وذلك عقب الاتفاق على كافة التفاصيل الفنية والمالية بين كل الجانبين يذكر أن عبد العظيم كان قد أشرف خلال الموسم الماضي على تدريبات فريق الحسين إربد كما قاض أيضا تدريبات منتخبنا الوطني لفئة الناشئين وبهذا التعاقد يكون الفيصلي قد غير مدربه للمرة الرابعة في موسم واحد بعد السعودي علي كميخ ومحمد اليماني وفراس الخليلة ضمن فريق وادي موسى والوحدات الانتقال للدور الثاني والحاسم للعب على المراكز من الأول وحتى الخامس في الدور الممتاز بالكرة الطائرة هذا التقدم جاء بعد فوز وادي موسى أمس على فريق المحطة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابلة لا شيء في المباراة التي أقيمت في صالة قصر الرياضة ضمن مباريات مرحلة الذهاب من الدوري وبالنسبة للوحدات بعد فوزه على فريق العودة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابلة لا شيء ليغتفع رصيد كل من الوحدات ووادي موسى إلى خمسة عشرة نقطة بينما سيلعب العودة والمحطة على المراكز من السادس وحتى العاشر اعتمد الاتحاد العربي لكرة الطاولة ستة فئات للبطولة العربية التي يستضيف اتحاد اللعبة خلال الفترة من الثالث والعشرين لغاية الثلاثين من آب أغسطس المقبل وأكد الاتحاد في خطابه الذي أرسله أول من أمس اعتماد فئات الرجال والناشئين والأشبال والسيدات والناشئات والزهرات وبدأ الاتحاد في توجيه الدعوات الرسمية إلى كافة الاتحادات العربية للمشاركة في منافسات البطولة التي ينتظر أن تشهد مشاركة غير مسبوقة من المنتخبات العربية ولمختلف الفئات العمرية التي تم اعتمادها ظفر لاعب منتخبنا الوطني في البولنغ محمد المصري بلقب بطولة الاستقلال في اللعبة والتي اختتمت منافساتها برعاية نائب أمين عمان المهندس يوسف الشواربة المصري تمكن من حسم اللقب لمصلحته بعد أن جمع 350 نقطة في المشهد الختامي أمام بطل النسخة السابق عمار يمين بفارق ثلاث نقاط فقط فازت رندا قديس بجائزة أفضل لاعبة وسامح الحلو بجائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة يعني الحمد لله كان في منافسة شديدة اللاعبين مستوائهم ارتفع بالنسبة للأردن يعني فاللي خل المنافسة تكون شديدة وجود مدرب فرفع المستوى الفني للبطولة طبعا الحمد لله كانت بطولة منافسة كثير قوية والشباب الجداد فيه عندنا شباب الجداد طلعوا كانوا منافسين إلنا والحمد لله يعني ربنا وفقنا بالآخر وفزت في البطولة الحمد لله أكد اتحاد المصارع مشاركته في بطولة ناشئي العرب التي ستقام في فلسطين خلال أغسطس آب المقبل وفي نفس الصياق وبحسب أمين سر الاتحاد يونس العبداللات فقد قرر الاتحاد الاعتذار عن مشاركته في بطولة شباب وناشئي العالم وتقرر أيضا مخاطبة كل من مصر وتونس لإقامة معسكر تدريبي يسبق المشاركة بالأسياد خلال حزيران الحالي لمدة أسبوعين بمعدل عشرين وحدة تدريبية بالإضافة إلى لقاءات ودية مشتركة ووافق الاتحاد على إقامة مطولة دور الرجال يوم الثامن عشر من الشهر الحالي بمشاركة جميع الأندية ثمانية أيام تفصلنا عن انطلاقة الحدث الكروي الأبرز كأس العالم في البرازيل 32 منتخبا يتنافسون فيما بينهم في ثماني مجموعات للحصول على اللقب الأغلى سنخصص يوميا تقريرا لكل مجموعة للحديث عن منتخباتها وأبرز النجوم والغيابات والحضوط التقرير التالي عن المجموعة الأولى المنتخب البرازيلي المتوج بلقب كأس العالم خمس مرات يدخل هذا المونديال متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لكنه في الوقت نفسه متخوفا من لعنة الاستضافة التي حرمته اللقب عام خمسين عندما تنازل عن اللقب لصالح المنتخب الأوروغون فيليب سكولاري ومن سيقود سليساو للمرة الثانية بعد أن قادهم للفوز في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 ثاني فرق المجموعة هي كرواتيا التي تشارك في مونديال البرازيل للمرة الرابعة في تاريخها وأفضل مركز حققته في نسخة عام 98 عندما قادهم النجم السوكر لتحقيق المركز الثالث في مشاركة تاريخية للمنتخب الكرواتي يشارك في البطولة بالمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي قاد الكروات إلى النهائيات بعد أن حقق المركز الثاني في مجموعته خلف بلجيكا برصيد سبعة عشر نقطة من خمس انتصارات وتعادلين ليلعب الملحق ويعبر إلى البرازيل على حساب المنتخب الايسلندي المنتخب الكاميروني ثالث منتخبات هذه المجموعة وصل إلى النهائيات بعد تجاوزه المنتخب العربي التونسي حيث تعادل سلبا في لقاء الذهاب في تونس وتمكن من الفوز على أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد شارك في كأس العالم ست مرات قبل هذه البطولة وأفضل إنجاز حققه هو الوصول إلى دور الثمانية في مونديال إيطاليا لعام 90 مع نجمهم في ذلك الزمان المكسيك هي آخر منتخبات هذه المجموعة التي تشارك للمرة الخامسة عشر في تاريخها بعد تصدرها لمجموعاتها التي ضمت كلا من كوستريكا والسلفادور وجيانا بثماني عشر نو تهل المصنف الأول العالمي نال إسباني رفايل ندال إلى نصف نهاية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزه على مواطنه دافيد فرير ندال الذي يسعى لتحقيق نصره التاسع بلقى بهذه البطولة الكبرى للتنس أنهى المباراة بفوزه بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة بواقع أربعة ستة ستة أربعة ستة صفر وستة واحد فسألتقي ندال في دور الأربعة بالبريطاني أندي موراي الذي تغلب على الفرنسي غائل منفلس ترجمة نانسي قنقر